كما وعدت اليونان تلقت منطقة اليورو ضمن الوقت المحدد المقترحات الجديدة للإصلاحات من الحكومة اليونانية على أمل أن تحصل الأخيرة على خطة تالت للمساعدات والبقاء بمنطقة اليورو خلال قميطار على دول الاتحاد الأوروبية الأحد ببريكسل المقترحات بتشمل رفع بالأداء على القيم المضافة وإصلاحات لأنظمة التقاعد والوظيفة العمومية لرفع العائدات العامة مقابل مساعدة مالية بتمتدع ثلاث سنوات وبحسب النص بالطالب أتنا بتسوية دينا العام الهائل والبالغ 180% من الناتج الإجمالي بالإضافة لتخصيص 35 مليار يورو للنمو الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اعتبر المقترحات الجديدة ذات مصدائية ودعا لإستقناف المحادثات بين اليونان ودائنية بهدف التوصل لاتفاق وفيما عم بتم دراسة المقترحات من قبل الدائنين المفوضية الأوروبية والبنك المركز الأوروبية وسندوق النقد الدولة ليتم إحالتها السبت لوزر مالية الدول منطقة اليورو اليونانيون قال يكون بشأن مصيرهم المسألة ليست ما إذا كنا سوف نقبل بخطة الإنقاذ الجديدة المسألة هي ما إذا كانت هذه التدابير قابلة للتنفيذ عندما يكون لدينا نسبة 30% من البطالة ليس هناك من فائدة بقول أي شيء آخر الابتعاد عن أوروبا يخيفني ولكن أنا غاضبة جدا لقد وضعت ثقتي بالحكومة وما زالت ولكن أنا أنتظر لا تزال الأمور تتطور رئيس الوزراء اليوناني أليكسي تتيبراس دعا البرلمان اليوناني للموافقة على المقترحات الجديدة فيما أعلن حزبه استعداده لمغادرة اليورو ورفض أي صفقة مع الدائنين تحتوي على المزيد من التقشف وبيبقى أنه تتغلب اليونان على تصلب المواقف اتجاهها من شركاء خصوصا الألمانية بعدما كان عضو بارس بحزر المستشارة الألمانية أنجلا ميركل استقبل المقترحات مع الشك ترجمة نانسي قنقر